منا من الشرقية أهلا بك يا منا إفضل أهلا بك يا براديك سؤالك على طول يا منا طبعا معرفت اللي هو ينفع سومة 52 الأيام اللي أنا نصومتاش آه تجمعي النية يعني بدل ما تبقي بتصومي تقصدي الأيام اللي أنت فترتها في رمضان صح؟ آه تمام حايل أنا كنت حامل وولد ففي أيام كتيرا نصومتاش طبعا في رمضان اللي فيت حايل خلينا نسمع فضلت الشيخ حايل هي كانت حامل وبعدين وضعت والحمد لله وقادرة الوقت أنها تقضي هي ما فيش عندها مشكلة عليها القضاء طيب هي بتسأل سؤالها الاتنين والخميس دول بنصومهم من باب النوافل والتطوع والسنان أو نص الشهر التلاتيين بدوا أو نص الشهرتات يامديدهم المشغول لا يشغل أنا زمتي مشغولة بإني أصوم الأيام اللي عليها اللي فترتها سواء كانت بعذر أو بغير عذر أنت كانت معذورة بالحمل ما صومش اتنين وخميس غير لما أصوم اللي علي طيب أنا ما ينفعش الجمع بين النيتين ما ينفعش الجمع في هذه الحالة لأن زمتي مشغولة بقضاء الفرض فلا جمهور العلماء على أنه لا يجوز في هذه الحالات أنه يجمع بين النيتين إذن هي حتصوم على النية الأولينية نية تقديمها عليها وبعد كده لما تبقى تخلصهم تبقى طب ولو كان حد عمل ده قبل كده ونوى النيتين علينا أنه هعمل ده ده حلص هتثبت هتثبت في القضاء ويعني النفل إن شاء الله نسألها أن ينجره صور معنا أمان